طيب آآ نروح للدوحة زملنا محمد طه متواجد آآ في آآ قطر من آآ الدوحة عشان يقول لنا اخبار منتخبنا الواطني. يا طيب مسائل الفل. مسائل فل عليك زميل زبريين فاق مسائل فل على كل الناس اللي بتشاهدنا عبر طبعا. في مكسب في خير مفيش مكسب من تفاهل طبعا. فيش حاجة خالص. طيب تقول لي ايه اخر اخبار عنك. بس ان شاء الله بكرة بازن الله يكون في تحديد المركز التالت والرابع. وكل الامور تكون جيدة ان شاء الله. انا متنازل عن كل حاجة. بس ان شاء الله المنتخب بكرة يفوز بازن الله. متنازل عن كل التشيرتات اللي اخدتها? ولا متنازل عن التشيرتات اللي هاتي اخدها. اطلع بتصريح. انا في زهولك. الجديد بس. اوه ايوة ايوة. ستحش يزدرك اوي كده. يلا تهتفضل. طيب خلينا نتكلم عن المنتخب. الحمد لله النهاردة الروح المعنوية. وحال نفسها اللاعبين مختلفة تماما طبعا عن الايام السابقة. يمكن اه اه النهاردة اليوم كان بدري شوية النهاردة اه اه لان كان في مؤتمر صحفي مبكر. والنهاردة كان التدريب مبكر. اه بدأنا النهاردة اليوم بالفطار. بعدين اه المؤتمر الصحفي كان الصح 11 بتوقيت اه الدوحة. اه اعتقد يعني النهاردة يمكن ده اخر مؤتمر صحفي لآ كيروش النهاردة في آآ بطولة العرب. اه اتكلم فيه عن كل حاجة. واتكلم عن آآ رضاء عن اللاعبين. وجهة نظره اللي هو بنقلها يعني في المؤتمر. وقال ان هو راضي عن اللاعبين. وبيشكر كل اللاعبين. آآ قدمنا آآ مجموعة جديدة ما كانتش يعني موجودة في آآ منتخب مصر. النهاردة بنقدم مجموعة جديدة ولسه هنقدم كمان مجموعة اخرى. لكن النهاردة الملفت في آآ حديث كيروش. واعتقد انت عندك المؤتمر وقت كده يعني اتكلمت فيه. الملفت النهاردة انه هو آآ كل مرة كان بيتكلم في المؤتمرات آآ بيتكلم في نتاق البطولة. ولكن يبدو النهاردة عشان آخر مؤتمر فخرج عن نتاق البطولة لما هو في مصر. النهاردة كان بيتكلم عن التجهيزات في مصر. علينا ان نطور الملاعب. علينا آآ آآ يعني امور كتيرة نغيرها في آآ ما يخص كرة القدم في مصر. عشان آآ ده يفيد الاجيال القادمة ويفيد بناء المنتخبات. لان المنتخب مش بس آآ منظومة كرة او لعيبة لكن لازم كمان الدوري وآآ ما يساعد الدوري في مصر انه يساعد على آآ المنتخبات. فبالتالي احنا اعتبرنا نهاردة ان هي آآ خروج عن نتاق البطولة العرب والحديث عن آآ الدوري بقى او العودة للقاهرة. آآ كمان احمد حجازي النهاردة آآ آآ القائد الشخصية المتميزة النهاردة آآ أهم تصرحاته الحديث عن زملائه الجدد وقال انه اول مرة آآ في منهم ناس يعرفهم واول مرة يقرب منهم لكنه مبسوط جدا بهذه العلاقة وتمنى آآ ان شاء الله انه هما يكونوا اضافة في القادم ليه اسم وكيان آآ منتخب مصر. آآ كانت ديكت اهم الكلمات آآ من احمد حجازي آآ لكن بشكل عام طبعا المؤتمر كان مؤتمر عادي جدا يعني. بعدها كان صلاة الجمعة اللي عيبة قدت الصلاة في آآ ملعب التدريب النظر لديك الوقت. وبعدها ادوا التدريب آآ النهاردة. تدريب النهاردة ما اختلفش كتير عن تدريب مبارح. نقدر نقول ان منتخب مصر هيخش مباراة قطر بكرة وهو ما عملش تدريب كامل. انه مبارح كان تدريب آآ استشفائي لللعيبة اللي هي اللي خدت المباراة بشكل أساسي. واللعيبة اللي احتياطي آآ يمكن خدوا بعض تدريبات اعلى شوية في الحمل البدني. النهاردة اللعيبة اتقسمت لمجموعات لعبه كده زي آآ كرة طايرة بالقدم. وكان آآ الامر في آآ يعني شيء نفسي شوية. لان هو كيروشك النهاردة بيلف على كل لعب. ويف مع كل واحد لوحده. آآ دخل هزر مع عمر السلية. يعني اتكلم مع ناس كتير و ويف مع لعب لعب. كانت ملحوظة النهاردة عن اي تمرين فات. آآ الكرة الطايرة النهاردة قسموا اربع مجموعات. آآ اللي بيكسب بلعب الفريق التاني من الكسبان. واللي كانت منها آآ امر بدني. وحالة يعني استخدام الحالة النفسية لللاعبين. لكن ما كانش في آآ اي جمل ما كانش فيه تدريب آآ كامل زي ما بنشوف كل مرة. آآ بس اتضربوا على ضربات الجزاء النهاردة بعد نهاية هذه الفقرة. وبعدها رجع اللاعبين لمقر الاقامة. على الجانب الاخر كمان قبل ما انتقل للباقي اليوم في مقر الاقامة. احنا انا رحت تدريب قطر النهاردة وشفت النهاردة كانوا بتدربوا في كل حاجة. يعني آآ اتدربوا النهاردة في جومة التكتيكية. اتدربوا في بدني. اتدربوا في في استراتيشات واحمال بدنية. يعني كان تدريب كامل لعكس تدريبنا النهاردة آآ لكيروش. يمكن هو شايفيني فيه بعض الاجادات. فبالتالي هو ريح النهاردة اللاعبة من التدريب البدني او الحمل البدني العادي للاعب منتخب مصر. لما رجعنا للمقر الاقامة آآ كان فيه مع مع الجهاز الفني. آآ استعراض كل التقارير عن آآ المنتخب آآ كمان كان فيه محاضرة آآ بعد العشاء مع كل اللاعبين بالفيديو وتكلم عن كل حاجة آآ آآ اكتر حاجة اتكلم فيها ان آآ قطر بكرة العيد الوطني ليها وكل الشعب القطري بيحتفل بيعيده الوطني وهتكون هذه المناسبة آآ بتصادف طبعا هذه المباراة والحضور الجماهيري. فبالتالي هنا فيه معنويات بالنسبة للمنتخب القطري عايز يسعد جمهوره في تلك المناسبة آآ السعيدة للشعب القطري في عيده الوطني. فآآ فيه معنويات آآ مختلفة آآ اتكلم كمان عن آآ خوض ومنافسات قوية آآ كاكوبا امريكا وامور تانية كتير اتكلم فيها فبالتالي عنده من الخبرات قال ان هو بيعرفهم كويس جدا. فكان كلام كتير النهاردة من كيروش للعيبة وتحذرهم من آآ امور كتيرة ممكن ان هما يستهينوا بآآ آآ منتخب قطر آآ واتكلم بقى في كل شيء آآ بشكل فني. يمكن آآ لأول مرة تقريبا كيروش النهاردة ما يعلنش التشكيل للعيبة أو ما يوضحش الامور اللي ممكن تكون آآ من خلالها تقدر تعرف ايه التشكيل او اللعيبة تكون عرفة تشكيل المباراة آآ كلامه النهاردة كمان في المؤتمر عن انه ممكن اللعيبة تانية تاخد فرصة بكرة يعني اكيد بيفتح الباب لان احنا ممكن نشوف رفعة بكرة من بداية المباراة ممكن نشوف آآ مروان دايما هو مهاجم او ممكن نشوف محمد شريف او ممكن نشوف افشا مش موجود بكرة وزيزو يعني جزء الهجومي يعني نهاردة من خلال التصريحات آآ ممكن يبقى آآ في بعض التغييرات بكرة لكن النهاردة الاول مرة ما وضحش التشكيل وما تكلمش مع اللعيبة في التشكيل وسيب ده لبكرة الصبح بعد الفطار لان المباراة هتكون آآ صباحا الساعة آآ واحدة بتوقيت آآ حتنشر بتوقيت القاهرة فهو ما اتكلمش النهاردة في هذي الامور فكانت آآ يعني امر غامض النهاردة من كيروش في الحديث عن هذا الامر آآ بعدها اللعيبة طبعا آآ في الغرف اتكلموا مع بعض النهاردة الامور النفسية احسن بكتير آآ نفسهم وعندهم طموح ان بكرة ان شاء الله حققوا المركز التالت ويعودوا للقاهرة بالمركز التالت يمكن آآ آآ الامور كلها بتستعد لهذه المباراة ممكن من خلفي احنا موجودين دلوقتي ممكن على آآ الكورنيش الخاص باسألك بعد ما تخلص رسالة المنتخب متى ستنضم آآ متى سينضم لعابي آآ النادي الاهلي الى آآ معسكر آآ الاهلي للسوبر اللي موجودين في الدوحة ومتى ايضا لعابه الزمالك سينضموا الى معسكر الزمالك اللي حيكون في في الامارات بس كمل انت كنت بتقول آآ ورق كمل بس اللي انت كنت بتقول المنتخب آآ انا احنا موجودين دلوقتي في آآ كورنيش الدوحة آآ يمكن الناس هنا كلها بتستعد للاحتفال بالعيد الوطني آآ لقطر غدا آآ ممكن من خلفي يزهر استاد تسعة سبعة ربعة اللي استاد اللي هنقود عليه مباراة آآ الغد وهو اللي خدنا عليه طبعا بالفعل آآ المباراة الاخيرة ممكن واضح كمان الكشفات وواضح الصيانة لساعة متأخرة يمكن احنا الساعة الوقت اتنشر ونص بتوقيت الدوحة لكن السيانة والاستعداد والتجهيز آآ للمباراة مش بس عشان هي الصبح لكن كل شيء هنا آآ يعني بيستعد لاستضافة المباراة السواسية بكرة طبعا هيكون حفظ الختام وهيكون آآ المباراة النهائية على استاد البيت آآ بيبعد تقريبا عن استاد آآ تسعة سبعة اربعة حوالي خمسة واربعين دقيقة فالامور كلها هتكون متيصرة لكل آآ الموجودين ان في كلام بكرة ان هيبقى التتويج كله بالكامل لكل الثلاث فرق اللي حصلوا على المركز الاول والثاني والثالث في استاد البيت بنتكلم بقى عن اللاعبة اللي هتنضم ليه آآ من منتخب مصر ليه آآ اندياتها ممكن النهاردة طبعا كان فيه مشهد عظيم آآ مشهد جمهور النادي الاهلي لما كان في استقبال بعثة النادي الاهلي اللي وصلت الدوحة النهاردة لخود مباراة السوبر عدد كبير كان موجود آآ في مطار الدوحة واستقبل اللاعبة وكانت فرحة كبيرة من كل اللاعبي آآ النادي الاهلي النهاردة بآآ استقبال هؤلاء الجماهير أصوات كانت آآ يعني آآ كبيرة النهاردة وأصوات كانت عالية آآ بتطالبهم بالفوز بهذه البطولة وهذه المباراة بعدها غادر النادي الاهلي لمقر اقامته مفروض ان المنتخب مصر هي آآ هي غادر من آآ الدوحة آآ تاني يوم يوم الحد الساعة آآ تمانية آآ صباحا بتوقيت الدوحة سبعة صباحا بتوقيت القاهرة وكل اللاعبين اللي آآآ فيه المعسكرات هينضموا من آآ هنا على طول على معسكراتهم وبالتالي هيعود باقي اللاعبين على الطائرة الخاصة للقاهرة اللي هتصل القاهرة تقريبا في حدود الساعة الواحدة آآ زهرم آآ محمد آآ أنا بشكرك شكرا آآ جزيلا وبتمنى لك كل آآ التوفيق وإن شاء الله بإذن الله منتخب مصر بكرة يكسب ونتكلم معاك والمنتخب كسبان وانت مجمع شرطات اللي بقى من آآ لعبة منتخب نباط أنا اللي بشكرك أبراهيم وبشكر طبعا آآ كل زملائي يمكن إحنا خلاص بننهي رسائلنا لآآ منتخب مصر وخلاص ساعات قليلة وتنتهي البطولة أعيز أشكر طبعا كل الناس آآ واشكرك واشكر كل آآ يعني المقدم البرامج واشكر طبعا آآ شركة المتحدة الخدمات الإعلامية واشكر كل المسؤولين في أون تايم سبورت اللي وفروننا الفرصة نحن نكون موجودين عشان نقدم صورة كاملة للمشاهد المصري ونضعه في صورة كاملة سواء لبطولة العرب آآ ككل أو كأس العرب ككل وكمان منتخب مصر بشكل خاص شكرا لكل الناس اللي آآ موجودة معانا وكل الناس اللي تعبت كمان النهاردة آآ واحد من آآ زملائنا الموجودين أيضا معانا في المجموعة آآ الحصري اللي صور صورة عمر السلية وزيزوا واحد النهاردة النهاردة الفيفا آآ كان آآ بيشيد بهذه الصورة وهذه الإشادة الكبيرة من آآ التحدي الدولي لقرة القدم يعني أكيد آآ ناس كلها عاملة مجهود رائع هنا آآ وأكيد يعني جنبك هو آآ نكون نتمنى نكون نقدمنا صورة يتمناها المشاهد لا هو مش جنبي دلوقتي لكن هو طبعا الصبح كان في غاية السعادة بالاحتفال به وإن الناس كلها بتهني على هذه آآ الصورة آآ الشباب هنا والناس عاملة مجهود رائع وآآ مصريين في كل حالة اسمه ايه بالكامل اسمه ايه بالكامل يا طاعة عشان انا هتكلم على الصورة دي بعد ما قفل معاك اسمه ايه محمد الحصري آآ مصور اليوم السابع وأحد المصورين الشطار البريعين حقيقي يعني طاعة أنا بشكرك شكرا برضو دول المصريين هنا الناس هنا بصراحة يعني آآ مجرد موجودنا في اول لحظة هنا كلهم بصراحة بيتعاملوا معنا بكل آآ حفاوة وأيضا الناس هنا والشعب القطري الأمور كلها الحمد لله طيبة جدا الحمد لله رجعونا بألف سلامة مشكرك شكرا جزيلا نطح مشكرك شكرا جزيلا